ما حكم الصلاة على الميت الغائب رجل مات في غير بلاد المسلمين ولم يصل عليه أحد من المسلمين فهل تجوز الصلاة عليه؟ نعم صلاة الغائب مشروعة على من مات من المسلمين ولم يصل عليه هذه الرواية عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ إسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم استدلوا بالحديث الجميل الصحيح الذي رأى البخارية ومسلم من حديث جابر وقد ذكرته للتو آنفاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ملك الحبشة وكبر عليه أربعا أي أربع تكبيرات وسأبي بالتفصيل إن شاء ربنا الملك الجليل كيفية صلاة الجنازة بإذنه تبارك وتعالى واستدلوا أيضاً ما روال بخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بأصحابه إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات وهو غائب وهو غائب وهو في بلاد الحبشة توفي في بلاد الحبشة وصلى عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة النبوية المطهرة المنورة المباركة وجه الاستشهاد بالحديث في جواز صلاة الغائب أو الصلاة على المسلم الذي لم يوت في بلاد المسلمين ولم يصلي عليه أحد وجه الاستشهاد أنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصلي عليه ولم يصلي عليه فلم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام ولا من سنته الصلاة على كل ميت غائب انتبه لهذا فقد مات كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليهم ولما مات الخلفاء الرشدون أي أقصد لم يصلي عليهم صلاة الغائب يعني مات مسلم في مكان ما وصل عليه بعض المسلمين خلاص لا يصلي عليه لا يصلي عليه المسلمون في أماكن أخر صلاة الغائب ومعلوم أن الخلفاء الرشدين قد ماتوا وقد مات غيرهم ولم يصلي عليهم أحد من المسلمين صلاة الغائب ولو فعلوا ذلك المسلمون لتواتر النقل بذلك عنهم ولا أصبح معلوما فمن صلى عليه من المسلمين من صلى فهذا يكفي أما إن مات وعلم أنه لم يصلى عليه فليصلى عليه المسلمون من أراد أو استطاع منهم صلاة الغائب شكرا للمسلمين